اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في جميع المسابقات التي ينافس عليها على مدار المواسم السابقة تعمل ادارة برشلون على تجديد عقود نجوم الفريق في الفترة الحالية الاكثر اهمية حتى تفرض مزيدا من الاستقرار الفني لضمان القتال على الالقاب في كل موسم الجدير بالذكر انه كانت هناك بعض التقارير التي اكدت وجود رغبة من قبل انتية بايران ميونخ وباريسان جرمان ويوفنتوس لضم توريشتيغن في المركات الصيفي المقبل لكن حتى الان لعروض رسمية بشأن ذلك كشف التقارير صحفية انجليزية ان نادي ليفربول مهتم بالتعاقد مع لاعب فريق ليل فيكتور اوسيمين وتمكن المهاجم نيجيري شاب من تسجيل 13 هدفا في الموسم الحالي من الدوري الفرنسي حتى الان ذكرت صحيفة ديليكس بريسل انجليزية ان اوسيمين نجح في لفت انتباه المدرب يورغين كلوب حيث طلب الالماني من ادارة النادي التقارير مفصلة بجانه اشرت الانه برغم من اهتمام ليفربول بضم اللعب صاحب الحديث والعشرين عاما الا ان ادارة تاليل لن توافق على الاستغناء عن خدماته في موسم الانتقالات الشتوية المقبل اوضحت ان ذلك الامر يعني ان ليفربول سيضطر للانتظار حتى نهاية الموسم الحالي من اجل حسم تلك الصفقة اذا كان جدا بالفعل في ابراميها يمتلك سيمين عقدا سريا لمدة خمس سنوات معلي الحيث انتقل الى صفوفه في المركات الصيفي الماضي مما يعني ان النادي الفرنسي سيفرض رسوما مالية كبيرة للموافقة على بيعه يذكر ان اللعب نفسه يتواجد على رادار نادي بارشلون يرغب اعضاء نادي بارشلون في الحصول على خدمة بابي هدف الغريم التقليدي ريال مادريد خلال المركات المقبل بحسب استطلاع للرأي بين عضي بارشلونة اعدته صحيفة مندو دوبرتيفو فان 48.66% يريدون انبابي والمطلوب بشدة في ريال مادريد يليه الارجنتيني لوتارو مارتينيز مهجم انتر ميلا بنسبة 15.66% ذهب المركز ثالث بنسبة 12.66% لمن لم يجيبوا على الاستطلاع او اجابوا بلا اعلم بعد سؤالهم عن اكثر مهاجم يودون ضمه للفريق في الموسم المقبل اما المركز الرابع فكان من نصيب الانجليزي هاريكين مهاجم توتنهام بتأييد 8.33% من العضاء واحتل البرازليني مارا المرتبة الخامسة ب7.33% ثم مواطنه فيرمينيو لعب ليفربول بنسبة 4.33% وجال انجليزي ماركوس راشفورد لعب مانشستر يونيتد سابعا بواقع 2% وتساوى الالماني تيمو فيرنر لعب لايبزيك والمصري محمد صلاح نجم ليفربول بنسبة 33% وهي نفس النسبة التي حصل عليها خيار ضم لاعب من ناشيل بارسا يتفوق جيرارد بيكي مدفع بارشلونة على جميع العبي دوره الاسباني بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة ذكر الحساب الرسمي للليغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر انه لا يوجد ويلعب لديه تمريرات ناجحة اكثر من بيكي حتى الان في الموسم واضف أن بيكي يمتلك 1090 تمريرة ناجحة متفوقا على تونيك كروس لعبي وسط ريال مدريد وسيرجو راموس متفع الملكي يحل كروس في المركز الثاني برصيد 1044 تمريرة ناجحة فيما ياتي ايفربانيغا لعبيش بيليا بالمركز الثالث برصيد 1020 تمريرة وياتي سيرجو راموس رابعا ب1014 تمريرة جاء الهولندي فرينك ديونج لعبي وسط بارشالونا بالمركز الخامس ب950 تمريرة ثم داني باريخو نجمي فولانسيا ب944 تمريرة كشفات صحيفة سبورت الكتالونية ان الكروتي لوكا مودريتش لعبي وسط فريق ريال مدريد الاسباني قد يرحل عن صفوف الفريق في العام الجديد 2020 مودريتش اصبح لا يلعب كثيرا هذا الموسم مع المدرب الفرنسي زيندين زيدان بحسب الصحيفة الكتالونية فان الشكوكة تحم حول امكانية بقي افضل لعب في العالم لعام 2018 داخل اللوسابلانكوس لموسم جديد اوضحت الصحيفة ان التالق الارجواني فيدي فالفيردي لعبي وسط الفريق قد يدفع مودريتش الى الرحيل مودريتش يملك عقدا مع النادي الملكي حتى 30 من يونيو 2021 واشارت الصحيفة الى ان لوكا قد يرحل بنسبة كبيرة في عام 2020 حتى يتفادر ريال مدريد رحيله بالمجان من المحتمل ان يرحل في سوق الانتقالات الشتوية او في الصيف القادم وعلى جانب اخر اكدت الصحيفة ان موقف الكولومبي خمس رودريغز صنعي العاب اللوسابلانكوس تغير مع النادي حيث لن يرحل عن صفوف وصيف الليغة الاسبانية وهو ما كشفته صحيفة الاسبانية يذكر ان مودريتش خاض 17 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم في الليغة ودور ابطال اوروبا واحرز ثلاثة اهداف وقدم خمسة امريرات حاسية قرار نادي ريال مدريد قطع اعارة مدفع الفرق الاول لكرة القدم خيص اصفيه بعد مرور اربعة اشهر فقط على انتقاله الى صفوف والفور هامتون خلال المركات الصيفي الماضي لم يشارك الاعافية مباراة على مدار اخر شهرين مع النادي الانجليزي وتحت قيادة المدرب نونو اسبيريتو سانتو حيث كانت اخر مشاركاته تعود ليوم الثلاثين من اكتوبر امام استونفلا في كاس الرابطة تواصل ريال مدريد مع المسؤولين في الولفور هامتون من اجل قطع اعارة اللعب خلال الساعات القادمة وهذا ما طلبه اللاعب من اجل البحث عن الانتقال الى ناد اخر يمكنه من خلاله المشاركة المستمرة يتمنى خصوص من جانبه وبحسب ما ذكرت صحيفة اسل اسبانية العودة الى دوري الالماني حيث السابق ولعب ضمن صفوف فريق انتراكت فرانكفورت او الاعارة الى احد الاندية في الدوري الاسباني يريد اللعب التواجد في نادين يظهر من خلاله باستمرار في المباريات حتى يستطيع المشاركة مع منتخب بلاده اسبانيا بدورة الالعاب الولمبية المقبلة في توكيو بصيف 2020 كشفت صحيفة ضاصان الانجليزية سبب وراء فشل انتقال اللعب ريالينغ هالاند الى صفوف فريق مانشستر يونيتد وانسحاب النادي الانجليزي من تلك الصفقة كان نادي بروسيا الدورتمون قد علن بشكل مفاجئ اتمامه التعاقد مع هالاند بعد التواصل الى اتفاق مع ناد سالسبرغ مقابل ثمانية عشر مليونا ونصف المليون جنيه استرليني وكان منشستر يونيتد ضمن ابرزلاندية الراغبة في الضفر بخدمات اللعب النرويجي الشاب الى جانب يوفنتوس والايبزيج وفقا لصحيفة ضاصن الانجليزية فان منشستر يونيتد قرار الانسحاب من صفقة هالاند بسبب من ريولا واكل عمل اللعب افدتنا ريولا اشترط الحصول على نسبة من صفقة بيع هالاند للشياطين الحمر الى جانب نسبة حال بيعه لاي ناد في المستقبل واضحت ان ادارة منشستر يونيتد رافضت مطالب ريولا وهو ما ادي لفشل اتمام خطوة انتقاله الى الالد ترافورد اعترف نجم فريق منشستر سيتي سيرجو اكويروانا ملاحقة فريق ليفربول على لقب الدوري الانجليزي لهذا الموسم هو امر صعب للغاية وجاء تصرح الارجنتيني عقب الفوز على فريق شفلد يونيتد في الجولة العشرين من البطولة يتواجد منشستر سيتي حاليا في المركز الثالث برصيد 41 نقطة بفريق نقطة عن ليستر سيتي و 14 نقطة عن ليفربول المتصدر مع العلم ان الريدز لديه مواجهة مواجهة امامه واستهامه قال اكويرو في تصريحات نشرت شبكة بي بي سي العالمية ملاحقة ليفربول الان امر صعب للغاية علينا ان نركز فقط على الفوز لاننا نحتاج الى تاهل لدور ابطال اوروبا الموسم المقبل واضف علينا ان نلعب بنفس الطريقة ونرى ما سيحدث ووصل كان علينا تحقيق الفوز امام الشفالد نحن سعداء لاننا نحتاج الى النقاط الثلاثة العبوا مع لعبين جيدين ومن ثم فان تسجيل الاهدف بالنسبة لي هو امر سهل واختتم كوارديولا دائما ما يتأكد من كوننا في حالة تركيزا في كل مباراة ونتدرب بشكل جاد عزيزي متابعة قناة عرب جول برأيك هل انتهى عصر مودريتش في الريال شاركنا برأيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة